صباح الخير أنا حابتكلم النهاردة عن الناس اللي بتلبس الكلاب بتاعتها الجاكتات والسواترز في الشتاء عشان تدفيها طيب خلينا نسأل سؤال هل أصلاً مفروض نلبس الكلاب بتاعتنا الجاكتات او السواترز دي في الشتاء لا مش المفروض الكلاب مش المفروض ان هي تلبس الحاجات دي لان هم ربنا ما خلقهاش ان هي تلبس جاكتات هو ربنا خلقه هي بتدفي نفسها بنفسها وبتنظم درجة حرار الجسمها لوحدها وبتدفي نفسها الكلاب عندها شعر في كلاب عندها كوت في كلاب عندها فر فما فيش اي مشاكل هي بتدفي نفسها بنفسها طيب هل في كلاب ممكن تحتاج ان هي تلبس اه في كلاب ممكن تحتاج ان هي تلبس الجاكت ده او السواتر ده ايا كان الكلاب الزغيرة في الحجم اللي هي تبقى كلاب زغيرة قوي دي سعبت ما بتعرفش تنظم درجة حرار الجسمها فممكن تحتاج السواتر او الجاكت الكلاب اللي هي بتبقى كبيرة في السن ممكن تحتاج نفس الشيء لانه بيبقى عندها مشكلة في ان هي تدف في نفسها الكلاب اللي عندها مشاكل كلبة عنده مرض جلدي كلبة بيتعالج بياخد أدوية معينة بياخد كريم معين للعلاج فساعتها يحتاج انه يلبس جاكيت عشان اغطي جسمه ويتعالج أسرع فاني يعني ان الكريم او الحاجات دي ما تروحش ومايلحسهاش فساعتها ممكن يحتاج انه يلبس الحاجات اللي هم بيلبسوها للكلاب لكن في الطبيعية الكلاب مش المفروض تلبس الحاجات دي أنا شفت ناس بتجيب لكلاب هاسكي يعني كلب هاسكي بيعيش في درجة حرارة 35 وبيعيش في درجة حرارة 40 وبيجيبوا لها جاكتات الكلاب دي ما بتحتاجش الموضوع ده ممكن تحتاجوا الكلاب زي ما قولنا الصغيرة أو الكبيرة وبرضه في حالة واحدة لو هتقعد برا البيت في الساعة لفترات طويلة لكن جوه البيت ما بتحتاجوش خالص هي بتبقى الناس بتلبسها لها بقى الشياكة بيبقى شكله حلو لكن لو هو عشان محتاجه عشان يتدفى الكلاب ما بتحتاجهاش شكرا لكم شوفكم مع الخير